السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً عزائي المستمعين في جميع مصر والوطن العربي مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم عيادة رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين أسعد بصحبة حضراتكم لمدة فترة البرنامج إن احنا إن شاء الله هنبتدي نتكلم النهاردة عن موضوع مهم جداً بيخص مش مصر بس ولا الوطن العربي بس لا ده بيشغل بال الكثيرين في العالم كله طبعاً موضوع فيروس كورونا منتشر انتشار النار في الهشيم يعني نسأل الله السلامة والعافية ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز ولقد قرمنا بني آدم ويقول أيضاً في موقع آخر ونفس وما سواها صدق الله العظيم طبعاً النفس يعني يعتبر من أحسن الحاجات اللي ربنا خلقها علشان كده احنا موضوعنا النهاردة هيتكلم عن النفس البشرية وتأثرها ومدى درجة تأثرها يعني بموضوع الفيروس المنتشر حالياً في كل أنحاء العالم طبعاً احنا عارفين أن الفيروس كورونا ده هو فيروس شرس جداً وينتشر انتشار رهيب جداً نتيجة أنه هو فترة حياته بيقعد فترات طويلة قوي على الأسطح مما يسهل موضوع العدوى من شخص إلى آخر حتى لو هو مش متواجد في نفس المكان بيفضل الفيروس عايش على الأسطح فترة فيجي شخص آخر مش مصاب يحط ييده على المنطقة اللي فيها الفيروس فيبتدي يتنقل له العدوى وهكذا يعني احنا بنواجه عدو رهيب جداً شرس جداً بينتشر بسرعة رهيبة جداً يعني عدوه مسهل طيب احنا اتكلمنا في حلقات قبل كده عن مدى تأثير هذا الفيروس على الصحة البدنية نفكر حضراتكم بس بفكرة الفيروس نشأ ازاي ازاي الفيروس ده ظهر هو القصة كلها تبدأ من يوهان في الصين البلد دي كان فيها قطة البرية بتحمل هذا الفيروس وكان فيه خفاش طبعاً زي ما حرقوا عارفين ان هما بيأكلوا الخفافيش والحاجات زي كده فخفاش عدوا قطة بري فاتنقل الفيروس من القطة البرية للخفاش وهم بيأكلوا طبعاً الخفافيش وهكذا فاتنقل الى الانسان وبدأ ينتشر في المدينة بشكل رهيب وبدأ ينتشر في العالم كله طبعاً فكرة اصابة الجسد البشري بهذا الفيروس يعني نقدر نقول ان هو بينتشر بين الناس بنسبة 100% يعني لو فيه عشرة مصابين تلاقي عشرة قصادهم اتصابوا فنقصد اقول ان الفيروس يعني اصابته بنسبة 100% ودي حاجة خطر جداً يعني الاصابة الجسدية بتتمثل فيه في الاول اول ما ظهر الفيروس كنا مفكرين ان الانسان بيصاب بفشل في التنفس او التهاب رأوي حاد بعد شوية بدأنا يعني بدأنا نفهم اكتر طبيعة الفيروس هو الحقيقة برضو انا يعني احب اوضح للسادة المشاهدين وانتوا تبقوا معايا في الصورة فكرة هو ايه الاصابة اللي بتحصل بالضبط في الجسد هي الفكرة مش اصابة الرئة يعني بعينها لا هو بيصيب جميع الاعضاء في الهيومن بادي او في جسم الانسان ولكن الاصابة بتبقى من نوع خاص هو مش بيعمل مشكلة في الرئة فبيعمل صعوبة في التنفس هو مش بيصيب الحويصالات الهوائية اللي في الرئة لا هو بيصيب الاوعية الدموية اللي موجودة في كل عضو من اعضاء جسم الانسان بمعنى ان هو بيخلي الدم اللي ماشي في الشرايين وماشي في الشعيرات الدموية في كل عضو بيبتدي الدم جوه الاعضاء دي او جوه الاوعية الدموية دي يحصل له تجلط اذا اصابة الفيروس في كل الاعضاء بتصيب البلوت فيسلز او الاوعية الدموية وبالتالي بيعمل تجلط في الاوعية الدموية خلاص هو لو الاوعية الدموية اللي بيأكل العضو دا او بيأكل المكان داود بدأ يصاب وبدأ يحصل فيه تجلطات خلاص يعني احنا العضو دا هاكل ازاي فبيبتدي يتأثر من اكتر الحاجات اللي هي بيبان عليها التأثر قوي الرئة فعشان كده احنا خدنا للوهلة الاولى ان هو بيخش على الجهاز التنفسي وبيعمل التهاب رأوي لا هو ما بيعملش التهاب رأوي بالمعنى المعروف ولكن بيعمل اصابة للأوعية الدموية اللي بتأكل الرئة فبالتالي بيحصل موضوع الجلطات فبالتالي بيحصل فشل في التنفس ونفس القصة بتحصل في القلب نفس القصة بتحصل في الكلة وجميع اعضاء جسم الانسان لذلك هو يعني فيروس مميت ويقصفني طبعا ان انا اقول لحضراتكم ان هو فيروس مميت لكن هي دي الحقيقة ولو جينا نبص برضو على التاريخ بتاع هذا الفيروس الفيروس دو بيبقى يعني كان ليه كاتيجوري قبل كده او سلالة قبل كده قديما في 2002-2003 اللي هو احنا كنا بنسميه وقتها فيروس السارس السارس دو هو بدأ الفيروس يطور نفسه يطور المادة الوراثية بتاعته ويغير في نفسه من 2002-2003 لحد النهاردة يعني خد السارس وخد بعض السلالات الاخرى لحد ما وصل النهاردة للكوفيد-19 هو ده يعني التطور طبيعي للفيروسات ان المادة الوراثية بتاعت الفيروس بتقدر ان هي تغير نفسها طيب ايه مشكلة الفيروس مشكلة الفيروس ان هو مفيش لحد النهاردة اي دراسة بحسية او احصائية قدرت تقول ان احنا عندنا كنترول على المادة الوراثية بتاعت الفيروس لذلك الناس المصابة بهذا الفيروس الفيروس هو جوه جسم الانسان الواحد يعني هو جسم المريض بيبتدي يغير المادة الوراثية بتاعته فده معناه ان احنا ما نقدرش ناخد اجسام مضادة من جسم انسان مصاب بالفيروس ونحقنها في انسان اخر ليه؟ لان المادة الوراثية بتاعت الفيروس في جسم الانسان الواحد اصلا بتغير نفسها كذا مرة فتخيلوا حضراتكم لو انا اخدت الاجسام المضادة من جسم انسان وحقنتها في جسم انسان تاني مش هتفيده لان الفيروس من كتر الشراسة بتاعته ان هو بيغير المادة الوراثية بتاعته بسرعة رهيبة جدا جوه الانسان الواحد ما بالكو لو انا اخدت اجسام مضادة من واحد مصاب وحقنتها في واحد تاني كنوع من انواع الفكسين او نوع من انواع الامصال او كده ما بيجيبش النتيجة فعشان كده هو مازال في اطار البحث ان احنا نقدر نوصل لشكل معين او دواء معين للسيطرة على هذا الفيروس الفضيع يعني فده فيما يخص الجزء الجسدي او ازاي هو بيصيب اولا احنا اتكلمنا هو نشأ منين من الصين نشأ ازاي عن طريق الحيونات زي ما شرحنا في الاول وبيصيب الانسان بسرعة رهيبة زي ما شرحنا وقلنا نسبة الاصابة فيه للأسف مية في المية وبيعمل ايه في جسم الانسان كامراض عضوية زي ما شرحنا موضوع الاوعيات الدموية تعالوا بقى نتكلم عن الجزء اللي هو فيه صميم حلقتنا النهاردة اللي هو الاثار النفسية او الاثار النفسي لمرضى الكورونا تخيلوا حضراتكم بعد كل هذه المقدمة الكبيرة واللي هي تعتبر مظلمة شوية اللي احنا اتكلمنا فيها عن ان الفيروس فعلا شارس جدا تخيلوا بقى واحد يعرف هذه المعلومات وقصيب بالفيروس وهو دلوقتي فاهم كويس قوي الباثولوجي او التطور المرضي اللي ممكن يحصل في جسمه ممكن يحصل له ايه فهو دلوقتي قاعد بيفكر في حاجة واحدة الفيروس ده مميت فهدلوقتي احتمال كبير ان انا اموت صحيح فيه ناس بتشفى منه دي بتعتمد على درجة المناعة بتاعت الشخص يعني فيه ناس كتير اصيبت بالفيروس وخفت منه جسم الجسم او الجهاز المناع بتاع الجسم قوي فقدر انه هو ياتاك هذا الفيروس وقدر انه هو يريزست هذا الفيروس ويقاومه فخلاص يعني يقدر يسيطر عليه ولكن ناس كتير المناعة بتاعتها مش قوية او فبالتالي الجهاز المناعي ما يقدرش يقاوم سرعة تغير المادة الوراسية بتاعت الفيروس فبالتالي ما يعرفش انه هو يقتله او يسيطر عليه تخيلوا الشخص ده اللي هو عنده جهاز المناعة بتاعه مش قوي قوي ويصيب بهذا الفيروس تعالوا نتخيل مدى تأثير هذه هذه الاصابة وهذا الفيروس على الصحة النفسية بتاعت هذا الانسان واحد حسس ان this is pending ده خلاص الموت قريب جدا حقيقة في الفترة الاخيرة ناس كتير جدا جدا انا شفتهم في العيادة او في المستشفى يعني في اماكن كتير حقيقة جوني بشكوى اللي هي الpanic attack او الاصابة او اصابة الهلع عنده هلع وخوف رهيب من الاصابة من الموت نتيجة الفيروس اولا اولا العين ده عين مسكين مسكين طبعا لانه هو عارف كويس جدا ان الفيروس لحد النهاردة مالوش علاج وعارف ان او سمع او سمعنا النهاردة او سمع قبل كده ان هو ممكن بيأثر على جميع الاوعية الدموية لبجميع اعضاء الجسم فبالتالي هيبقى عنده خوف شديد ورهيب جدا اولا العينين دول لما بيجوا اول حاجة بنشرح لهم ان الجزء المضيء من الموضوع ان جهاز المناعة بتاعنا برضو الحمد لله ربنا مدوا بجيش جرار من الخلايا المناعية اللي هي لها القدرة على التصدي فبالتالي احنا بنطمنه الاول ان ان شاء الله ان دي فترة وان شاء الله جهاز المناعة يقدر يسيطر عليها ولكن لازم برضو يعني لو انا فضلت اكلم العين كده من هنا لحد بكرة هو برضو هيفضل عنده فكرة الخوف والهلع والبانيك اتاك بناء عليه فاحنا لازم بنديره بعض الادوية اللي هي مش مهدئات ولكن حاجة بتساعده على اللي هو جهاز المناعة يشتغل كويس وبيساعده على ان الجهاز العصبي يهدى شوية او نقلل النواقع العصبية اللي بتشغل الاعصاب يعني بتخلي العصاب شغاله بشكل سريع جدا نديله بعض الادوية تهدي تهدي الاعصاب دي شوية او تهدي النواقع العصبية شوية زائد ان في بعض العينين للأسف حتة الادوية او العقاقير او الدول اللي بيتاخد بس ما بقاش كفاية فبالتالي احنا منضطر نعمل حاجة اسمها سايكو سيرابي او جلسات تعديل فكر وجلسات نفسية تساعدوا على تغيير هذا الفكر او تهديئة امور الافكار سي الافكار اللي هو بيبقى عنده لان هو ما بيفكر في اللحظة دي في نفسه بس للأسف هو بيفكر في كل الناس اللي فرقبته يعني الزوج الافراد اللي هو مسؤول عنهم طبعا دي بتبقى حاجة مخيفة جدا لهذا الشخص والبانيك اتاك والأسف موضوع انتشر انتشار رهيب جدا فكرة الاصابة النفسية في العالم كله بهذا الانتشار الفظيع نتيجة الاصابة فيروس كورونا والبانيك اتاك او الخوف او الهلع بدأ ينتشر جامد جدا احنا شفت حالات كتير او الفترات اللي فاتت بناء عليه انا حب اقول للسيدة المشاهدين ان الموضوع برضو مازال ما هواش خطر للدرجة دي لان فيه بصيص من الامل لان نسبة الشفاء منه تصل الى حاجة وتسعين في المية حسب الاحصائيات الحديثة دلوقتي والشغل اللي معمول في جميع المختبرات والمعامل الابحاس و دلوقتي بدأوا يعني يعملوا احصاء ان نسبة الوفاء من هذا الفيروس نسبة قليلة جدا و نسبة شفاء منه تصل الى حاجة وتسعين في المية عدنا حاجة تسعين في المية اصد اقول ان الناس نفسيا تهدأ من ناحية هذه التوجسات وال و الاصابات الهلع والخوف اللي بتصيب الناس لان فيه برضو الحمد لله ربنا لما بيخلق الداء لازم بيخلق معه الدواء لان ربنا بيحبنا ورحيم بينا فعشان كده ما سبناش يعني الى التهلكة بل بالعكس يعني نزل علينا رحماته والوسائل الحماية من هذا البعبع المرعب طبعا بعض الناس بتبقى مش خايفة على نفسها بالذات يعني او يقولك خلاص انا هعمل ايه انا ده نصيبي بس اولادي وهكذا فعشان كده انا نصيحتي لناس كلها في مصر واصدقائنا واخواننا العرب ان هم اول ما يحس باي اعراض شبه اعراض الفيروس انا بقول شبه مش اعراض الفيروس شبه اعراض الفيروس يبتدي يقوم بعزل نفسه في منطقة مختلفة عن تواجد بقية افراد الاسرة عشان خاطر العدو بتاع جميعا اقول لكم ان هي بتمثل مية في المية اصابة للأسف طيب انا دلوقتي يا دكتور وليد انت بتقول لنا لو حد بدأ يحس باشتباه الفيروس يبتدي يعزل نفسه يبقى هنا فيه سؤال هي ايه اصلا اعراض الاصابة بهذا الفيروس اولا الناس اللي كانت بتقول ان هو دور برد زي اي دور انفلوانزة عادي ما بين رشح واحتقان في الزور وهكذا هي للأسف نسبة الاصابة بهذه الاعراض نسبة بسيطة بمعنى يعني الرشح والاحتقان والهامدان والحاجات دي هي النسبة الاقل في الاعراض بتاعت هذا الفيروس ولكن ايه الاعراض الكومن او ايه الحاجات الشائعة اللي احنا بنشوفها فنحتمال نقول ان ده فيروس كورونا اول حاجة ان انت تكون قبل الاعراض مخالط لحد كان عنده فيروس كورونا ادي رقم واحد يعني انت لو كنت مخالط لحد عنده فيروس كورونا اول حاجة لازم تعزل نفسك قد ايه يا دكتور وليد تعزل نفسك لحد 14 يوم هو فترة الحضانة بتاعت الفيروس الدي الحقيقة بتاخد لها من 3-4 ايام ل 14 يوم فانت خليك في السيف سايد واعزل نفسك 14 يوم عن بقية قصرتك او بقية الناس اللي بيشتغلوا معاك او بقية الناس اللي انت بتحتك بيهم كل يوم في كل حتة ادي رقم واحد يبقى انا احتمال ان انا عندي فيروس كورونا اعرف ازاي اول حاجة اعرف عن طريق ان انا كنت مخالط لحد وطلعت نتيجته ايجابية ادي رقم واحد رقم اتنين يبتدي الانسان يحس ب اصابة في الحل يعني اصابة في الحل اصابة في الحل يعني ان العيان يبتدي يحس ان زوره في حكة يعني حكة يعني يحس ان هو عايز يدخل ايده جوه زوره يهرش الحكة دي هي دي الحكة اللي بتمثل الفيروس الفيروس بيخش في الاخشية المخاطية بتاعت الفم والبلعوم ويبتدي يقعد جوه الاخشية المخاطية في المنطقة دي ويبتدي يتحرك ويعمل اصارة للانسجة فبالتالي يحس العيان يحس ان هو عايز يهرش في زوره مش شرط يكون عنده احتقان في زوره ففكرة الحكة في الزور دي من الحاجات اللي بتشككنا ان العيان بدأ يخش فيه حتة الاصابة بالفيروس يبقى الحد الوقت يقولنا اللي احتمال يكون عنده فيروس كورونا واحد ان يكون مخالط اتنين بدأ يحس باعراض حكة في الزور ان هو عايز يهرش يعني في زوره النقطة اللي بعد كده بدأ يحس بالسعال او الكحة الجماعة بتاعت فيروس كورونا كحة مميزة جدا بيتميز الكحة دي بانها كحة نشفة او dry cuff الكحة النشفة او dry cuff دي هي كحة مميزة اوي للكورونا ليه دور البرد العادي بيتميز ان الفيروس بتاع الانفلوانزة او دور البرد العادي الفيروس بيفرز مواد زي الميا كده فبالتالي اللي عنده انفلوانزة عادية بيبتدي يحصل له احتقان وسيلان في الانف وسيلان في الزور تلاقي رطب الزور رطب والانف running nose او اعمال المخاط بينزل او كده لكن الفيروس بيعمل نوع من الجفاف شوية فبالتالي بيعمل dry nose او dry nose اللي هو الجفاف يعني مع الكحة النشفة فدي من الحاجات اللي بتقول ان احتمالي يكون الانسان ده اصيب بهذا الفيروس يبقى قولنا رقم واحد ان انا مخالط لحد عنده الفيروس رقم اتنين ان انا بدأ يحصل عندي اللي هو الكحة النشفة بدأ يحصل عندي اعراض همدان بقى ان جسمي مكسر وهمدان زي دور الانفلوانزة العادي وان انا مش شرط يكون عندي احتقان مش شرط يكون عندي مخاط او ميوكس نازل من الانف يعني او كده في اوقات قليلة او في حالات قليلة شفناها ان الانسان بيصاب ببعض النزلات المعوية والاسهال او وجع البطن شوية لان هو زي ما نقولت عليكم في الاول في المقدمة هو الاصابة مش جهاز تنفسي بس ده هي اوعية دموية بتصيب جميع اعضاء جسم الانسان فممكن يحصل اصابة في الجهاز الهضمي الاوعية دموية بتاعة المعدة والامعاء اصيبت فبدأت تشتغل مش كويس فبدأ الانسان يصيب يصاب بيه المعدة والامعاء وبدأ يحصل له دور اسهال او كده يعني اقدر اقول ان ملخص الاعراض عشان مش كل حد يا جماعة اصيبت المشكلة ان الناس بتيجي في العيادة النفسية وتيجي تقول لك انا عندي دكتور انا حس ان انا اصبت به هذا الفيروس ليه يطلب عنده ولا اي حاجة من العراض دي ولكن هو بيحصل للناس نتيجة اللي هو بيسمعه في ناس كتير يعني انا كان عندي عيانة من اول انبارح كان بتعيط بتقول انا كنت في خلطة مع حد من الناس طب عد على الكلام ده قد ايه 20 يوم طب يعني انت عديت فترة الحضانة طب انا خايف يكون فترة الحضانة طويلت لا هي فترة الحضانة ما بتطويل هي من 3-4 ل-14 يوم اقصد اقول لحضراتكم ان مش اي اصابة في الجهاز التنفسي ده معناه ان انا عندي فيروس كورونا او ان انا خلاص حموت او النفسية اكتر بكتير من الاصابة الجسدية فعشان كده انت ممكن ما يكونش عندك اي حاجة خالص ولكن الخوف والهلع والاصابة النفسية دي لوحدها تخليك يحصل لك sudden death او يعني الموت المفاجئ لان الاصابة النفسية الاسف او دور الهلع او دور الهوس او كلام ده كله بيعلي نسبة الادرينالين هرمون الادرينالين في الجسم فبالتالي ممكن يأثر بشكل مباشر على القلب يبقى العيان اصلا ما عندوش الفيروس ولا اعراض الفيروس ولكن جالوا نوبات من الاثار النفسية بتاعت الفيروس اللي هي نوبات الخوف والهلع والتوتر والاكتئاب اللي قدت بيه ان هو يجيله سكتة قلبية طب ليه ليه فعشان كده جماعة انا بقصي نفسي واقصي حضراتكم ان مش اي حاجة بناخدها على عصابنا او يعني نقول ان احنا اصبنا او ان الموت خلاص قرب او بالعكس ناس كتير جدا اصيبت بالفيروس وطلع النتيجة ايجابية وبعد كده خف وخرج وبقى زي الفل ما فيش اي مشكلة خالص فالموضوع يعني مش متحمل ان انت تزود العبء النفسي عليك وعلى قصرتك وعلى اهلك وان احنا نعيش في خوف وهلعة ناس كتير جدا بتيجي تشتكي من اعراض فيج اعراض يعني مش حقيقية ويبقى متخيل ان هو عنده الفيروس وما يتلعش عنده الفيروس وناس كتير بتبقى عايش حياتها عادي جدا وسمعت ان حد جاله الاصابة فيقولك ايه ده طب انا ممكن يكون عند الاصابة طب وبعدين احنا كده بنخش في دايرة مغلاقة وبعدين قالوا بالكو برضو من حاجة مهمة جدا ان الوسائل الحماية اللي فرضتها الحكومة في الفترات اللي فاتت يعني كانت موفقة جدا ان هي تحد من هذا الانتشار انتشار الفيروس ولكن الارقام كل يوم بتزيد للأسف مش عشان حاجة عشان خاطر هو الفيروس نفسه يعني شرس وبينتشر بسرعة رهيبة يعني الحكومة بتبزي المجهود والناس بتبزي المجهود في ارتداء الكمامات والجلافز الجوانتيات واستخدام المواد المطهرة والكحول وخلافه علشان خاطر نقلل شوية ورغم كده برضو الاعداد بتزيد الاعداد بتزيد مش عشان حاجة لان الفيروس شرس جدا ولازم احنا طالما هو يعني جيش من الفيروسات الشرسة او الشديدة احنا برضو لازم نبقى جيش راضع جدا لهذا الفيروس عشان خاطر ما يحصلش اصابة سواء جسدية او نفسية في حالات كتير اوي شفتها الفترة اللي فاتت مش اصيبت بالخوف والهلع فقط ولكن وصل الامر وعد مرحلة التوتر والقلق الى دور من الاكتئاب الشديد جدا تعرفين حضراتكم مريض الاكتئاب بيحصل له نوع من انواع ان هو مش عايز لاياكل ولا يشرب ده بعض الاعراض منها يعني عايز يياكل ولا يشرب ومش عايز يروح الشغل مش عايز يتعامل مع حد لابس الكمامة طول الوقت حتى وهو نايم لحسا الفيروس يعد في الهوى كده فيصيبه طبعا مش عايز ما كده بيبقى خايف يتعامل مع الناس خايف يقرب من الناس حالة نفسية بشعة جدا وبدأ يميل الى العزلة ان هو مش عايز يتعامل مع حد عايز يوعد في البيت ومع ازازة الكحول حتى الاطفال اللي كانوا بتعامل معهم في البيت اللهم أصلا ما بيخرجوش مش عايز يتعامل معهم قصة طويلة من الهلع النفسي والتوتر والقلق الذي يؤدي الى موضوع الاكتئاب وطبعا موضوع الاكتئاب دوت من الامراض يعني الشديدة لان الانسان عشان ياخد علاج للاكتئاب ويبتدي يتحسن ده بيبقى صعب شوية لان وصلنا للمحرزة الاكتئاب يعني وصلنا لمرحلة التمكن الاثار الاثار النفسية بدأت تتمكن جامد جدا من صحة المريض فبالتالي بتأثر عليه وعلى فكرة يا جماعة خلوا بالكم من حاجة الصحة النفسية مهمة جدا في العلاج يعني انا دايما رأي وبنصح كل زمالي بجميع التخصصات الاخرى الغير نفسية يعني الامراض الاخرى الباطيني والاطفال والجراحة وبقية التخصصات بنصحهم بقولهم ان انتوا لازم تتعلموا الصحة النفسية لان دوت خمسين في المئة من العلاج مثال يعني انا لو دخلت النهاردة عند احد الزملاء ومتمكن جدا 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 من تخصصه وليكن جراحة وقال لي بشكل او باخر ان انا ان العيان عنده مثلا ورم في الحتة الفلانية فاحنا عايزين نشيلها بس يعني دخل دخلة اللي هو دخلة الطبيب مش الطبيب ومعه الحتة النفسية فتخيلوا منظر العيان ده ومدى اصابته النفسية والتلقي لهذا الامر هيبقى عامل ازاي طبعا موقف زي كده بيبقى صعب جدا لذلك انا بنصح دايما زبايلنا واخوتنا بتوع اللي بيشتغلوا في جميع التخصصات الاخرى انهم يتعلموا الصحة النفسية انا دايما رأي ان انك لو بتعرف طب نفسي كويس ده 50% من العلاج 50% هو الادوية والعلاج النفسي والجلسات النفسية والحاجات الاخرى فعشان كده انا رأي دايما ان الحتة النفسية عن جميع التخصصات دي حاجة مهمة جدا اللي ما يعرفش في الطب النفسي او ما ما اراش فيه او ما تعلموش كويس هو ما هواش يعني على درجة عالية من الكفاءة في استيعاب واحتواء المريض بتاعه لان ناس كتير جدا 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 من العينين يخش يقولك يا دكتورة انا شفت حضرتك فانا كده حسيت ان انا بقيت كويس ليه لان انت بتوصله المرض بتاعه بشكل معقول وشكل لطيف فيبتدي يقبله ويبتدي يستوعبه لو عنده رهاب او رعب او بانيك اتاك من كورونا او غيره يعني يبتدي يهدى نفسيا وبعدين يبتدي يسمع لك ويبتدي جمش على ال اللي انت بتدهاله او الطريقة العلاجية او البروتوكول العلاجي اللي حركها تكتبهوله فده مهم جدا في العلاج فاقصد اقول ان الصحة النفسية او الحتة النفسية في العلاج ده شيء مهم جدا 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 يصل الى 50 او اكتر من 50% من العلاج سواء المريض النفسي او المريض في اي تخصص اخر عشان كده انا دايما احب ناشد وزارة الصحة وجميع المؤسسات العلاجية انها توفر دورات نفسية يعلموا الاطباء اللي هم غير عاملين في الطب النفسي يعلموهم ازاي نتعامل مع المريض وازاي نتعامل مع الحالات الشديدة حالات السرطانات حالات العملية الكبيرة قوي حالات اللي احنا فيها اليومين دول حالات الكورونا والاصابة بتاعت الفيروس اصد اقول ان دوت جزء مهم جدا 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 من البروتوكول العلاجي وعشان كده انا دايما باخد العينين بطريقة سلسة وسهلة علشان خاطر انت ما تدس على الحتة النفسية انت لو دست على الحتة النفسية بتاعت العين ووصلته المرحلة ان هو خلاص قفل منك مش عايز يسمعك هو هو بيفكر هو قاعد قدامك بيفكر يروح لحد تاني يستشيره لان هو خلاص هو حس ان انت سوت له الدني عشان كده دايما احنا بنشرح الجانب المضيئ من الموضوع حتى لو كده لو موضوع مظلم زي ما قلتلكم في الاول موضوع شديد 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 وبعدين جد فهمتوكو ان الموضوع لقى بنسبة الشفاء عالية جدا وناس كثير جدا مناعتها كويسة وبتعدي وحاجات تانية ممكن نعملها برضو نسهل على الناس يعني مثلا طرق الوقاية من الاصابة بالفيروس تحسن الصحة النفسية جدا بمعنى لو واحد بدأ يحس بالاعراض اللي احنا قلنا عليها من شوية ان هو بدأ يحس ان احتمال يصاب بهذا الفيروس او اعراض بدأ اتبان عليه ليه ما ناخدش الطرق الوقائية بدل ما نحط في نفسنا بقى ونكتائب ونزعل ويجي لنا البانيك أتاك وان احنا مش مركزين وعايزين نقعد في البيت وعايزين ننعزل وا 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 كلام ده كله ليه ما ناخدش الطرق الوقائية يعني مثلا غير طبعا ارتداء الكمامة والجلافز او الجوينتي او 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 الحاجات دي كلها ليه انا ما استخدمش الحاجات الطبيعية في زيادة المناعة بمعنى ان احنا ممكن مثلا نستخدم بعض العقاقير زي مسيلات الدم لان انا قلت حضراتكم في الاول لو انتم فاكرين ان الفيروس ده شرس جدا لدرجة ان هو بيعمل تخصر او تجلط في الاوعية الدموية طب احنا ليه ما ناخدش مثلا حبيت اسبوسيد اللي هو بتاع السيولة كل يوم في فترة الـ 14 يوم افرض ده انا عندي اصابة بهذا الفيروس والفيروس شرس وعنيد وهيعمل ويساوي طب ما انت تقاومه ادي له اسبوسيدة كل يوم اسبوسيدة دي هتعمل سيولة في الدم لو هو ناوي يعمل جلطات اديك انت بتقاومه ادي رقم واحد رقم اثنين ليه ما نزوج من الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعة في فترة الحضانة الـ 14 يوم زي الـ فيتامين سي العسل الابيض يعني الـ فيتامين سي موجود في كل الحاجات في اللمون في البرتقان في اليوسفي في حاجات كتير موجود فيها فيتامين سي طيب ليه ما نزوجش جهاز المناعة بتاعنا مثلا بالعسل الابيض العسل أبيض ربنا ذكره في الكرآن وهو فيه شفاء من كل حاجة اديها عسل أبيض مثلا هو عسل النحل مثلا من الحاجات اللي ممكن تشتغل على المناعة وتقويها الأسماك الأسماك بجميع أنواعها الأدوية اللي فيها الأسماك زي مثلا التونة يعني جميع أنواع الأسماك فيها الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعة مثلا عندنا بعض العقاقير اللي فيها الأوميجا سري الأوميجا سري ده من الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعة وبالمناسبة احنا دايما بنكتبها للأطفال دايما الأطفال الصغيرين اللي عنده بيجيني في العادة طفل عنده فرطة حركة طفل عنده توحد طفل عنده مش عارف إيه لازم بندعمه شوية بالأوميجا سري دوت لأن ده مهم جدا بجرعات معينة عشان جهاز المناعة بتاع الطفل لما جهاز المناعة يتحسن الحالة النفسية تتحسن والمشكلة أو الشكوى اللي بتشكل منها الأم أو الأب بتتحسن أقصد أقول إن في حاجات إحنا ممكن تبقى بسيطة جدا 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 ونقدر نقوي بيها جهاز المناعة بتاعنا سواء أصبت بالفيروس أو ما حصلش إصابة بالفيروس أديك بتقوي جهاز المناعة تحسبا لأي ظرف فزي ما قلنا أو جينا بنتكلم ونسرد النقاط بتاعة جهاز الحفاظ أو جهاز الوقاية أو الحاجات اللي احنا بنقلي بيها نفسنا زي ما قلنا العسل الأبيض ده مهم جدا فيتامين سي ده مهم جدا الأوميجا سري مهم جدا برضو من الحاجات المهمة اللي احنا يعني حب يعني أنوه عليها بالنسبة لجزء الأسماك التونة عالب التونة عالب التونة يعني تتباع في أي حتة دي هات منها وديها تونة على طول التونة دي كويسة جدا 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 وفيها أنتي أكسدانت وبعض المواد اللي هي بتقوي جهاز المناعة برضو من الحاجات اللي حب برضو أقول عليها كحاجات وقائية المشروبات زي النعناع واليانسون واللمون النعناع يانسون لمون اديها على طول نعناع ويانسون ولمون كل المشروبات دي بتزود فيتامين سي بجسمنا وبتخلي جهاز المناعة بتاعنا قوي برضو من الحاجات اللي حب أقول عليها ونوى عليها في الحاجات الوقائية العادات الوحشة اللي احنا دايما بنعملها زي السهر بالليل تسهر بالليل يقوم يحصل مصايب كتير قوي تعالوا ناقش النقطة دي لأن دي نقطة مهمة جدا جدا في الوقاية للصحة النفسية والصحة الجسدية للإصابة بأي مرض مش كورونا وبس مثلا انت انسان بتنام تعالوا نكلم على الطبيعي انت انسان مثلا بتنام الساعة 11-12 ماكسموم واحدة بالليل انت بطلوب من حضرتك تنام 8 ساعات متواصل لو انت عملت كده ووصلت للريجيمين ده انك تنام 8 ساعات في الفترة اللي انا قلتلك عليها دي 12 بالليل حاجة زي كده لحد 8-9 الصبح مثلا انت كده عملت في نفسك معروف يعني ايه عملت في نفسك معروف يعني اديت جهاز المناعة بتاعك فرصة انه هو يعيد تنظيم افراد الجيش بتاعه اللي هي الخلال المناعي ادي رقم واحد رقم اتنين اديت للمخ بتاعك فرصة انه هو يعيد ترتيب الاشارات الكهربية اللي هو بيشتغل بيها من اول ما تسعة تسعة الصبح لحد ده ما ترجع تنام بالليل لان دورات النوم دي يا جماعة مهمة جدا الدورات الكهرباء اللي بتحصل اثناء النوم في مخينا دي حاجة مهمة جدا 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 ربنا سبحانه تعالى لما قال في القرآن ان احنا بننام بالليل وخلينا الليل ده فترة السكن والنوم او الراحة اللي احنا بننام فيها او السباة دوت ده ما تعملش اعتباطا كده خالص اثبتت الدراسات الحديثة وجميع المراكز النفسية والمراكز اللي بتشتغل فيه المخ والاعصاب ودراسات كهربية المخ اثبتت ان المخ بتاعنا ده بيبتدي يعدل الدورات الكهربية والخلال بتاعت المخ اللي بتصدر للموجات الكهربية والاشارات الكهربية وجميع النواق الكيميائية والنواق العصبية اللي عمالها تلف في المخ طول اليوم كل ده بيتم تعديله وبنائه وتصليحه اثناء النوم بالليل عشان كده ربنا لما قال ننم بالليل ما قالش الكلام ده كده اي كلام لانه هو بيحبنا لان هي الصحة النفسية والصحة الجسدية مبنية على الكلام ده كل الكلام اللي في الكتاب عندنا في الكتاب الطبي يعني كتب الطب مكتوبة في الكرآن هنلاقيها في الكرآن ربنا قيل عليها بس احنا ندور عليها فلما نزبط موضوع النوم ده مهم جدا 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 ليه؟ عشان تقوم الصبح دورات الكهرباء اللي في مخك مزبوطة المواد الكيميائية اللي بتلف في مخك طول اليوم مزبوطة الاعصاب الاشارات بتاعتها مزبوطة الخلايا العصبية شغلها مزبوط فانت بتبدي الجهاز العصبي والجهاز المناعي بتاعت الصيانة بتاعته فيقوم يجي فيروس زي فيروس كورونا او غيره يجي يخش على جهاز المناعة او جهاز العصبي بتاعك او جهاز تنفسي او 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 يلاقيه هو اصلا عدل عدة ومزبط نفسه كويس جدا ومستعد للمواجهة بشكل قوي جدا اذا احنا في ايدينا حاجات بسيطة جدا يا جماعة نقدر نتفادى بيها الاصابة بفيروس كورونا او غيره على فكرة النصائح اللي بقولها الكو دي هي موجودة في الكتاب وموجودة في كل حتة ويعني مش اختراع من عندي ولا حاجة بس هو احنا بنجتهد ان احنا نحاول نوصلها من هذا من خلال هذا المنبر الاعلامي لاكبر قطاع من الناس عشان خاطر الناس تبقى على درجة من الوعي والثقافة ان هي تقدر تطقي نفسها وتطقي قصرها فاصل اقول لحضراتكم ان حاجات بسيطة جدا نقدر نعملها في البيت زي الحاجات اللي احنا نبتكرها مع بعض تاني العسل الابيض العسل اللي احنا مهم جدا فيتامين سي يتمثل في اللمون والبرتقان والاستفان دي والمشروبات زي النعناع زي الينسون يعني دي حاجات واللمون حاجات دي منتشر فيها فيتامين سي وزي ما قلنا الاسماك مهمة جدا 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 والتونة مهمة جدا برضو والأوميجاسري أقراص الأوميجاسري ممكن ناخدها وهي أمينة جدا وبنيديها طبعا للأطفال وكده أصدقل إن الحاجات الوقائية في إيدينا زائد تنظيم عملية النوم تنظيم عملية النوم دي حاجة في غاية الأهمية مهمة جدا عشان خاطر نبتدي نزبط جهاز المناعة وجهاز العصب جهاز العصب بتاعنا ده قائم في المقام الأول على تنظيم نومك وعلى الأكل اللي انت بتدهوله خلوا بقى لحضراتكم من حاجة مهمة تانية إن نسبة السكريات دي لازم نزبطها لإن المخ بتاعنا ربنا خلقه بياكل سكر وبيشرب ميا إذن انت لازم تدي المخ السكر ادينه نسبة سكر في اليوم معقولة ما بقولش يعني إفراد في السكر مش تخش على قسم الحلويات بقى وتخش وتستمتع مش أقمى مقصدش طبعا كده لكن أصدقل إنك يعني الوسطية كل السكر المعقول اللي هو يدي للمخ الأكل بتاعه لإن مخينا برنس مخينا ده برنس ما بيأكلش اللي جلوكوز فعشان كده يدي له الجلوكوز بتاعه وبيحب الميا عشان يفضل طريق أديكم مثال كده بسيط تخيل لو عندك طفل الطفل دوت انت ما بتشربوش ميا كويس عدت مثلا اسبوعين تلاتة شهر ما بتدلوش قدر من الميا الكافي انت تتوقع الطفل ده يحصل له إيه أكيد هجيله جفاف مخينا زي الطفل يدي له الميا عشان ما يجيلوش جفاف لإن المخ بتاعنا الخلاة بتاعت المخ لو ما خذتش الميا فيها أكسوجين كمان وهو بيأكل الأكسوجين أو بتنفس أكسوجين فعشان كده لو ما بتدوش ميا هيبتدي يحصل نوع من أنواع الجفاف في المخ والمخ يبقى مش مركز قوي لذلك مثال بنشوفه في حياتنا وبنعيشه اليومين دول في رمضان كل سنة حراكم طيبين أثناء النهار إحنا ممكن ما نفكرش في الأكل يعني بالقدر المطلوب لكن نفكر في الميا حراك بتبقى عايز الميا دي مش عشان حاجة عشان خاطر المخ يبتدي يشرب فيبتدي يحس بالرطوبة أو يحس بيه أنه هو بقى طري شوية فلذلك أنت حراك بتبقى مش مركز قوي يعني قرب شوية على المغرب كده بعد العصر تحس أنت مش مركز ليه لأن نسبة الميا اللي بياخدها المخ بدأ التقل بدأ التقل بدأ التقل فأنت تركيزك بيبتدي إيه لذلك لما تيجي ساعة المغرب كده مع أول يعني شوية ميا أنت بتشربهم بتحس أن أنت ردد فيك الروح ليه لأن المياه بتخش وسريعة الانتصاص جدا وبتطلع على المخ على طول فبتبتدي تشغل المخ وبتدي الأمور تتحسن أصل أقول لحضراتكم أن الموضوع الوقاية من من الإصابة بالفيروس أو أي فيروس أو أي مرض يتمثل فيه التغذية السليمة يتمثل فيه العادات السليمة أو الروتين اليومي السليم زي ما شرحت لحضركم من شوية يتمثل فيه التغذية يتمثل فيه شرب المياه المزبوط أو الكتير اشرب مياه على قد ما تقدر ما فيش أي مشكلة في المياه خالص ربنا بقوله جعلنا من الماء كل شيء حي فأنت اديها مياه على طول ما فيش أي مشكلة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية زي الموضوع الكمامة موضوع الجلافز استخدام المواد المطهرة الكحوليات وهكذا يعني دي حاجات كلها مهمة جدا عشان خاطر انت تقدر تطقي نفسك وتطقي قصرتك من الاصابة بهذا الفيروس وتعيش في صحة جسدية كويسة وصحة نفسية على القدر المطلوب لانه هما الاتنين بيكملوا بعد للأسف هو الوقت الحلو بيمر بسرعة الوقت ما حضراتكم يعني جري بسرعة جدا في النهاية احب اقول لحضراتكم ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الداء لازم بيخلق له الدواء عشان خاطر ربنا بيحبنا جدا 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 فلما ادانا الفيروس دوت ادانا طرق الوقاية منه وان شاء الله ان شاء الله اوعيدكم قريب جدا ان شاء الله هنوصل للعقار اللي يقضي عليه خالص ونرتاح منه الى الابد في نهاية اللقاء احب اتوجه بالشكر لأسرة البرنامج وأسرة القناة على المجهود اللي هما بيبذلوه في تقديم هذه المعلومات القيمة لجميع انحاء المصر والوطن العربي كله اشكركم شكرا جزيلا اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة اوريب تحياتي الدكتور وليدا بفتوح استشار المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الادمان سلام عليكم